موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم وضع الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لاعتلائه العرش حقوق النساء كشرط أساسي للتنمية السوسيقصادية الوطنية وحسب عدد من المتابعين فإن خطاب العرش ذكر بأن تحرر النساء يشكل معادلة يستفيد منها جميع المواطنين وشرط كي يحقق المغرب بكرامة وعلى أكمل وجه طموحاته في مختلف المجالات وكل أنواع التنمية بلغة مطمئنة أوضح جلالة الملك في خطاب العرش لمواطنيه أن تبكين وإدماج المرأة لا ينبغي أن ينظر إليه كتهديد للهوية الوطنية أو كخسارة أو كضرر للرجل أو المرأة بل كحاجة ناصيلة وشرط لأجل المزيد من النجاعة للجميع متابعة لهذا الموضوع تحضر معنا في الستوديو سيدة أميمة عشور أستاذ بكلية الحقوق أقدال بالرباط أستاذتي الكريمة أهلا وسهلا بك شكرا على الاستدافة إذن جلالة الملك صدر خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإحتلائه العرش عرش أسلافه المنعمين بالدعوة إلى مزيد من الاهتمام لوضع المرأة في المجتمعاتك سيدة أولا كيف تقرأين هداء تأكيد الدعوة من جلالة الملك جد سعيدة ومتفائلة وفخورة بتجاوب صاحب الجلال نصره الله مع متطلبات الحركة الحقوقية والحركة السياسية والحركة النسائية لتغيير وضعية المرأة ولتبويب المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع كان خطابا تاريخيا كما عهدنا في الحركة النسائية والحركة الحقوقية لرفع الحيف عن النساء ولرفع التمييز عن النساء في عدة محطات واليوم محطة تعديل مدونة الأسرة في صرب الاهتمامات نطالب عدة سنوات بتعديلها بعد مرور 18 سنة منذ 2004 ظهرت اختلالات وأصبحت المدونة لا تواكب تطور النساء في المجتمع أصبحت غير كافية لاستهار النساء المغرب في مغرب التقدم ومغرب الازدهار واليوم نحن في ورش مهم ورش تعديل مدونة الأسرة وهو ورش يجب أن ينكب عليه الجميع للمساهمة الفعلية بتعقيق الحقوق الفعلية للنساء والمشاركة بطريقة ذكية لإيجاد حلول وأجوبة لخلق توازن في الأسرة توازن في المجتمع للنساء بين النساء والرجال من أجل أطفال يتمتعون بحقوقهم في ظروف متزنة ومتوازنة وهذا ما أكده جلالة الملك في خطابه قال إن البعض ينظر إلى مدونة الأسرة باعتبارها مدونة المرأة جلالة الملك قال بالحرف إن بعض بنود المدونة لم تعد كافية هناك بعض البنود التي ربما تم تحريفها عن أهدافها هذه اللغة التي تحدث بها جلالة الملك ما المطلوب اليوم من موقعك كسيدة وكمدافع عن حقوق النساء لتجاوز هذه الاختلالات التي شابت المدونة وما المداخيل والسبل الممكنة لإعادة الاعتبار لوضع المرأة من خلال المدونة طبعاً الورش مفتوح والأبواب مفتوحة للتفكير والاجتهاد والحوار لخلق دينامية مجتمعية وجيل جديد من القوانين القوانين الشرعية والقوانين القانونية الحقوق القانونية والحقوق الشرعية التي تهم المرأة وبالنسبة لمدونة الأسرة اليوم إجماع لجميع الفرقاء المجتمع على ضرورة تمنع زواج القسرات زواج القسرات، زواج الفاتحة، زواج الكونترا هناك تحريف كما ذكرت لبعض المضامين المدونة التي كانت طفرة نوعية في 2004 في مكنة المغرب من تبوء مرتبة متقدمة بين الدول واليوم في 2022 نعود بدينامية جديدة للتفكير ولمواكبة الدرب لأن المرأة اليوم في مناصب القرار وهناك من يكبل حقوقها ومدونة الأسرة تكبل حقوق المرأة ولا تمكنها من التمتع بحقوقها ومن مزاولة حقوقها الشرعية والقانونية بكل أريحية هناك أيضاً ولاية الشرعية التي اليوم فيها نقاش مجتمعي بحكم أن الأب هو الذي يمكن أن يسجل الطفل في الحالة المدنية والذي يمكن أن يأخذ دفتر الحالة المدنية وعندما يكون انفصال وانفراق وشقاق يكون تعيش المرأة مشاكل وانتقام من أجل استخراج الدفتر أو الورقة المتعلقة بعقد الزدياد هناك الولاية الشرعية في الانتقال من مدرسة إلى أخرى في أخذ الزواج الصفر في الحساب البنكي إذن اليوم المرأة وصلت إلى مناصب القرار وعندها إمكانية التمكيل الاقتصادي والاجتماعي لكن تعوقها قوانين عندما تختار شريك الحياة تختار العيش معه عندها طريق معبد عندما تتفارق مع هذا شريك الحياة تواجه صعوبات قانونية ومجتمعية وسوسيولوجية لم تكن تفكر فيها إذن اليوم المدونة لها فصل 49 لقسم الممتلكات ما بعد الزواج فيه نقاش عمومي والاجتماعي هناك الولاية الشرعية هناك الاعتراف بالبنوة وأيضا الاعتراف بالطفل عندما عندما الاعتراف بالطفل لأنه بعد الخطوبة بين الفتاة والفتاة يمكن أن يكون هناك طفل والاعتراف بالطفل دائما مرتبط بالأب الذي هو الذي يمكن أن يطلب الأذين الاعتراف بالبنوة والشرعية وتبقى المرأة في متاهة ولو أنها كانت مخطوبة وهناك حمل وهناك أسرة تعرف أنها مخطوبة لكن هنا تبدأ دائرة العنف الأمهات العازبات والأطفال المتخلة عنهم وزواج القاسرات الذي اليوم كان خطاب صحي للجلالة صريحا وواضحا وقويا ويعطي إشارات مهمة للاشتغال ولمكي باب عليه بحضور الجميع وباتفاق الجميع وجميع القوى الحية حتى لما تم بلورة مدونة الأسرة قبل سنوات قبل عقدين من الزمن أعتقد يعني اعتبر ذلك طورة اجتماعية الآن هناك بعض البنود يتم الانحراف عليها هذا المصار طويل لتمكين المرأة اجتماعيا وأسريا هل المشكل يكمن في تأويل القوانين وحتى إذا كان هذا التأويل هو الذي يطرح مشكلة فربما الأمر مرتبط بالجانب الثقافي والسوسيولوجي الذي أشار إليه جلالة الملك بغض النظر عن القوانين ما الذي ينبغي القيام به على المستوى التوعوي والطربوي وربما حتى التأطير أنا متفقة معك لأن هناك جانب حقوقي وقانوني وهناك جانب اجتماعي سوسيولوجي لكن بغياب القانون لا يمكن أن ننصف ونحقق العدالة الاجتماعية سأخذ مثال صريح للإجابة على سؤالك هو مثال زواج وتزويج القاصرات عندما كانت مدونة 2004 كانت السن محددا فيه 18 سنة وأصبحت 16 سنة وأصبحت وفصل 19 و21 يعطي للقوضات الإمكانية إبرام العقد الزواج باستثناء ل16 سنة بشريطة أنه القاضي سيقوم بوحد البحث ميداني والجماعي وبشريطة أن الفتاة ستدلي بوثيقة من طرف طبيب أنها ممكن أن تتزوج هذه حقيقة في القانون في المجتمع في المحاكم ولكن سنة الزواج يختلف من محكمة إلى أخرى والقوضات لهم إمكانية أنهم عندهم سلطة تقديرية اليوم الاستثناء أصبح قاعدة والقاعدة استثناء ومثلا كان في خطاب صاحب الجلالة إشارة قوية لضرورة فتح المحاكم في جميع القرى والمداشر والمدن برأيك ما الأطر المتوقع لهذا التعميم لمحاكم أنه صر على جميع الطراب الوطن لتسهيل ولوج النساء إلى العدالة لتمكينهم لأنها ليس لديها القدرة لمعرفة حقوقها وليس لديها القدرة للتنقل ربما في أماكن صعبة الولوج إذن القرب المحاكم ضروري في بعض المناطق في المغرب لتسهيل ولوجها للعدالة لتغيير العقليات وكان خطاب صاحب الجلالة واضح للموظفين ورجال العدالة يجب أيضا إعطاؤهم وسائل المادية للاشتغال وأيضا الاشتغال بالقرب مع المواطنات والمواطنين وكانت عبارة صريحة ومهمة لتسهيل لولوج النساء إلى العدالة وليس فقط النساء النساء والرجال لأن هناك بالنسبة للزواج والطلاق والتطليق والشقق هناك مشاكل بالنسبة للنساء والرجال بالنسبة للنساء أكيد لأنهم يجبون أن يعرفون الحضانة ولا ربما الحضانة عند الأم وهو عنده تمتع باش أنه يشوف الطفل دياله مرة في كل سيمانة يخسيكون اتفاق بغض النظر عن القانون خسيكون اتفاق والتعاقد والحوار والتفاهم بحلي كانت تفاهمه ونظهر له باش نتجوجه خسنا نحاولو نلقاوشي طريقة باش نتفارقو باش الحق للوليد ولاد البنيتا ما يتهدرش لأن الطفل والطفلة كي يقول لهم ترصبات سوسولوجية والجماعية يؤدون تمانا غاليا وتكلفة الفراق والطلاق يؤديها الطفل والطفلة له تدعية على الأطفال وربما هنا أيضا تسمية مدونة الأسرة إلى هنا أستاذة وميمة عشور الأستاذة بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية أقدال بالرباط نشكرك جزيلا الشكر على حضورك معنا وعلى كل هذه التوضيحات شكرا على الاستدافة أما أنتم مشاهدين الكرام فنعود ونلتقي بعض اللحظات في موعد الإخبارين جديد هذه تحية لكم أينما كنتم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة